الخبر اللي جاي ده ممكن مش مهم قوي يعني الحقيقة انتوا عندكم في مصر اخبار اهم على السوشيال ميديا عمر واردة خات شوية محمود العسيلي مش عايف اعمل ايه مع الجمهور بتاعه مطرب فاشل خطبته اخبار كده اهم بكتير جدا من الخبر اللي هقول لحضراتكم دلوقتي يعني متهتموش بي قوي الدولة بتهتم بقطاع الصحة وصرفت 600 مليار جنيه عشان تعمل منظومة تأمين صح مش عارف الكلام ده هل مهم بالنسبة للمصريين ولا لا يعني الحاجات الاولانية اللي انا قلتها اكيد بتستغرق وقت طويل قوي من بعض الناس على السوشيال ميديا اخترنا بورسعيد عشان نبدأ بيها وقلنا فترة تجريبية شهرين موضوع كبير وهام لأول مرة في مصر ومنذ زمن ومنذ عقود ومنذ أنظمة سياسية كثيرة يتم الاهتمام الحقيقي والفعلي والمباشر ومش كلام في التلفزيون ومش تقارير صحفية بصحة المواطن المصري رصدوا الفلوس وجهزوها 600 مليار جنيه عملوا النظام الالكتروني بتاع التأمين الصحي وطبقوه قالوا هنبتدي بمحافظة اسمها بورسعيد وقالوا هنبتدي شهرين تجريبيين ده خبر كبير يعني كبير للناس اللي همها حال المصريين فعلا مش الناس اللي همها التفاهة لأن احنا دلوقتي بقى عندنا يعني بعض الفرق الخاصة بالتفاهة اللي للأسف هتضمر مجتمع بحاله بسبب التفاهة بتاعتها دي لكن عشان ندي الأمانة للناس اللي بتشتغل بجد وبتعب وانا بحيي كل شخص صغير ام كبير بيعمل في منظومة التأمين الصحي في مصر لأنه هيجي يوم ونؤرخ لهذا الحدث نقول انه اصبح في مصر نظام تأمين صحي شامل العالم كله بيتخانق عليه العالم كله نائف في البرلمان في اي دولة من الدول يقف يكلم الحكومة على التأمين الصحي فوزيرة الصحة ودي مش الزيارة الاولى النهاردة راحت ايضا الى بورسعيد ورفقها اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد انتوا عايفين هما بيعملوا التجربة هنا فهتلاقوا الزيارات دايما مستمرة وكانت كاميرا الحالي ومراحت وشافت بنفسها وشفنا اراء الناس واراء الاطباء اللي موجودين الوزيرة والمحافظ تفقدوا مستشفى الحياة ومستشفى الظهور طبعا الاسماء المستشفىات دي معروفة الاهل بورسعيد واهل بورسعيد يستطيعوا ان هما يتواصلوا معنا كمان عشان يقولوا لنا تقييم هذه التجربة حتى هذه اللحظة وتبعت الوزيرة انظمة التشغيل الخاصة بالمستشفى ضمن التشغيل التجريبي للمنظومة ويعني وزارة الصحة اكدت على انه هناك تفقد دائم لغرف العمليات وكل امكانيات المستشفيات متعلقة بالغسيل الكولوي المتعلقة بكل سبل الراحة المفروض توفرها للمرضى ايها المصري في اي مكان وزمان اذا كان هذا الخبر يهمك مصر قررت تهتم بملف الصحة عملنا تأمين صحي شامل ايها الشخص الجالس امام تويتر وفيسبوك تخلى عن قضية عمرو وردة ومحمود العسيلي والناس دي شوية فوق رأسنا يعني اهمية هذه المواضيع بالنسبة لستك وارجوك تحاول تنشر معنا خبر اسمه التأمين الصحي الجديد يعني يمكن يبقى فيه امل ان احنا نغير من سلوكياتنا اللي احنا بنشوفها على التواصل الاجتماعي